بتبدأ الحكاية مع ست اسمها جون عايشة في بيت خشب في وسط غابة بعد ما حلمت بيكابوس قدلت تصلي ان الخشب يحمي عالتها من الشر العظيم وبعدين قدرت تستجمع الشجاعة علشان تفتح الباب جون مشيت ببطءه قدام البيت ونزلت كم درجة علشان تفحص العشب في اللحظة دي صوت الحشرات بدأ يتحول لأنين وألم وطلع شبح مرعب قدام السلم على طول الشبح مد دراعه بس مقدرش يلمس جون ولا يدخل البيت رجعت جوه البيت بسرعة وطلعت السلم علشان تصح أولادها سامويل ونولان قالت لهم ان عندهم عشر دقايق بس لحد الفطار الوحيد اللي صاحي كان كودة كلبهم بس سامويل قام منهم بسرعة وقال لأخونا عندهم تسع دقايق بس لما نولان قام بنشوف انه لابس سوار في رجله مليان أجراص زي جرس انذار طوارئ ولما الأولاد بدأوا يومهم بنعرف انهم عايشين تحت تهديد الشر الكبير وده كيان شرير ممكن ياخد أي شكل علشان يخدع الضحية بتاعته جون بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تحمي أولادها من الاتصال المباشر مع الكيان لأن بمجرد لمس الكيان كفيل ينقل لهم تلوث ملوش علاج البيت هو المكان الآمن الوحيد اللي بيحمي حياة التلاتة لكن الأكل قليل جدا وفي وقت العصر بيجهزوا للصيد وبياخدوا كل الاحتياطات اللازمة تلات حبال مربوطة في قاعدة البيت هي الحيلة اللي بتحافظ على سلامة العيلة حتى من برة ومعهم صفارة صنعوها يدويا متعلقة في رقبتهم كل واحد فيهم بياخد طرف الحبل بتاعه بيصلي قبل ما يربطوا حوالين جسمه الجزء الأخير من التقوص هو لما الأولاد بيحفظوا المنترا ودي شعائر بتقول ما تسيبش الحبل أبدا بعد كده التلاتة بيبدأوا يمشوا في اتجاهات مختلفة علشان يدوروا على أي حاجة تصلح للأكل ما أخدوش وقت طويل قبل ما الشر الكبير بيجي عزب جون في شكل راجل كبير في السن بس هي فضلت ثبتة وما أظهرتش أي ضعف وفي حاجة هي دايما علمتها لأولادها هي إن العالم كان وحش جدا قبل الشر الكبير وده اللي فتح له الأبواب أم جون كانت من أول الناس اللي عرفوا الحقيقة بس محدش صدقها غير جوزها هو اللي بنى البيت الخشب ده علشان العيلة تقدر تعيش فيه بأمان لحد دلوقتي من غير ما يقدروا يختاروا اللي هيأكلوه الأولاد فرحوا لما لقوا حيوانات زواحف وسامويل أكل دفضاع صغيرة وهي لسه عيشة نولان طلع على شجرة علشان يوصل لعيش طيور بس ما لقاش غير إشر بيض فاضي بعد ما نزل عيني لمعت لما شاف بيضة كاملة على الأرض رح يجري علشان يمسكها بس لقى جزع الشجرة منعه نولان وصل لنهاية الحبل وما قدرش يخط خطوة تانية وكان متحصر وشد بكل قوته بس ما قدرش يتقدم لما أخوه قرب منه بهدوء نولان بدأ يفك الحبل سامويل اندهش من الحركة ديه وهدد انه هيستخدم الصفارة علشان ينادي على أمه نولان حلف انه ما كانش ناوي يسيب الحبل أبدا هو بس كان عاوز يفك عقدة واحدة علشان يطول الحبل ويوصل للبيضة سامويل لسه زعلان وقال انه كان المفروض ينادي على أمه من الأول لأنها عارفة ازاي تطوله الحبل عن طريق ربط قطع تانية فيه كمان فكروا ان البيضة ممكن تكون مجرد خدعة من الشر العظيم ثلاثين استمروا يمشوا في الغابة وكان سامويل ماشي قدام شوية بيقول ان هو الأزكى بينهم لأنه هو الأكبر في السن بس نولان رد علي ان الفرق بينهم ما يتخطاش تلت دقايق وهم بيهرجوا بيضحكوا روحهم المعنوية ارتفعت شوية خصوصا لما نولان سمع جملة هي بتحبني أكتر مقدرش يضحك وسأل أخوه على طول عن معنى الجملة سامويل رجع وبصله بحيرة وحلف انه ما قالش حاجة زي كده نولان كان شاكك شوية بس مشاعره الجريحة خلته يدوس على حبل أخوه للأسف الوقعة كانت أشد من المتوقع والصدمة كانت قوية جدا لدرجة ان الحبل تفك من الولد سامويل اتضحرج على الأرض ورجله تكسرت نولان ندم عن العمله وبدأ ينفخ في الصفارة بجنون جون كانت بتسلخ عشا لما سمعت الصوت المرعب وراحت تجري سامويل حتى نسي الألم لما شاف ان الحبل تساب هناك بدأ صوت حشراجة يطلع من وسط الأشجار المتشابكة قدامه على طول الولد غطى ودانه وقفى العينيه وحاول بكل قوته يمنع دخول العدو نولان ما قدرش يوصل لأخوه فقرر يسيب الحبل هو كمان أمه كانت بتواجه نفس المعضلة لما وصلت لحد الحبل بتاعها أول ما سابت الحبل طلعت ست شعرها أبيض من وسط الشجر وبدأت تعمل حركات غريبة جون مسكت أولادها وربطت حتة من الحبل حوالين الثلاثة الست العجوزة قعدت وراها على طول والأولاد عرفوا أن أمهم شايفة الشر الكبير دلوقتي أمهم سألتهم أكتر من مرة لو حد فيهم اتلمس وهم أكدوا لها أنهم ما تلمسوش بس لما نولان سألها إيه اللي هي شايفاه قالت له أنها ما شافتش حاجة الكلب كودا كان مستني على الشرفة لما العيلة رجعت لما عبروا العتبة جون رامتهم على الأرض فوق رسم بارز وبسكينة في إيدها طلبت منهم يلمسوا الرسومات ويقولوا صلاة بصوت عالي لأن ده هو الطريقة الوحيدة علشان تتأكد أنهم ما تلوثوش لما اقتنعت جون حطت السكينة وشالت سامويل على الكنبة نولان بدأ يحكي إيه اللي حصل بس أمهم ما كانتش عاوزة تسمع منه أي اعتذارات اهتمت بس بكسر رجل أخوه على قد ما تقدر وبعدين كرر نولان سؤاله عاوز يعرف إيه اللي هي شافته في الغابة جون قالت أن الست العجوزة دي هي أمها وأن الشر الكبير دايما بيعمل كده علشان يخلي الناس تتوتر بعد كده طبخت الزواحف اللي الثلاثة استضوها بالنهار ولأن الرحلة تقطعت بسبب الحدثة الطبق بتاع جون كان شبه فاضي حتى بقايا الأكل ما كانتش كفاية علشان تتأسم بين الاثنين والأولاد بيأكلوا بتلزز بدأت تحكي لهم عن حدثة تانية حصلت من زمان قالت أن الشر العظيم ظهر في شكل بنت صغيرة في حال الضيئ على بعد كم متر برا نطاق الحبل البنت كانت محبوسة برجليها وبطعيط بتتوسل إن أي حد يساعدها جون كانت بترجع لنفس المكان كل يوم والبنت كانت لسه هناك بتضعف وبتمرض أكتر كل مرة الشر العظيم كان عاوز جون تشك وتحس بالشفقة على البنت وتقلل احتياطاتها علشان تنقذها من غير ما توضح إيه اللي حصل للبنت جون فكرت الأولاد بالخطر اللي وجههه قبل كده وخلت الأولاد يحفظوا المنترا اللي بتقول ما تسيبش الحبلة أبدا اليوم اللي بعده الأولاد مروا بخطوة تانية من التطهير واحد ورد تاني اتقفل عليهم في القبو وتكلموا عن تخيلتهم نولان قعد ساعة هناك وقال إنه شاف البيت بيتبلع في الظلام والعيلة جواه بس لما ركز على حب الأم حاسم الظلام بدأ يتراجع جون طلبت منه يبص حواليه ويشكر ربنا على كل حاجة عنده وبالليل إخوات كانوا بيرسموا على صفحات كتب قديمة لأن مفيش كراريس جديدة وهما بيلعبوا تخيلوا إن عندهم أجنحة وإنهم أحرار بيطيروا قبل ما يناموا نولان سأل أخوه لو شاف حاجة في الغابة لما الحبل اتفك لأن ده ما حصلش قبل كده وغريب إنهم ما شافوش حاجة لحد دلوقتي بإيمان ثابت صامويل قال إنهم كانوا بس محظوظين وعلشان كده الشر العظيم ما قدرش يمسكهم بعد كده نولان اتكلم في موضوع أسوأ اتكلم عن أبوهم وجددهم كلهم اتلمسوا من الشر العظيم في وقت معين وجون اضطرت تضحي بيهم علشان تحمي أولادها نولان تساءل إيه اللي كانت هتعمله جون لو هم كمان كانوا تلمسوا صامويل ما حبش النوع ده من الكلام وقال إن أمهم ما كذبتش عليهم أبدا في نفس الوقت جون كانت قدام البيت بتسن سكينة لما سمعت صوت راجل بيناديها ده كان شبح جزها بيتابع خطواتها برا وبيحاول يستفزها اتهمها إنها هربت من البيت وكذبت على الأولاد في موضوع إزاي أنهت زواجها جون ما حبتش إنه نديها باسمها وقالت له إنها شخص مختلف دلوقتي الزوج استمر في استفزازها هو دايماً بيقف برا البيت وما بيقدرش يدخل لكنه قال لها إنها في يوم من الأيام هتسيب الحبل وبعدين الشر الكبير هيقلبها ضد أولادها بعد كده نولان كان بيساعد أمه في الزرع لما لحظت نظرة فضولية في عينيه جون عندها واشم تعبان على ظهرها والولد سألها إزاي عملت الواشم لو الشر الكبير ضمر كل المدن شرحت له إنها عملت الواشم ده من زمان قبل كل حاجة لما كانت شكة زي ما هو شاكك دلوقتي وما صدقتش قصص أمها المرحلة اللي عاشت فيها في المدينة كانت قبل نهاية العالم على طول وكانت محظوظة إنها رجعت للبيت ده في الوقت المناسب بعد كده كل الناس اتأثروا بالشر العظيم واضطروا يقلبوا ضد بعض لما الأم كان عندها شوية استعداد أكتر إنها تتكلم نولان حاول يسألها تاني وسألها لو ممكن يكون في بيوت تانية زي البيت ده قال إنه هيكون سعيد لو عرف إنهم مش لوحدهم بس أمهم رفضت الفكرة تماما بس التلاتة دول اللي فضلوا في العالم كله وده لازم يكفي الوقت مر ووضع العيلة ساء بشكل كبير لما شت قاسي جدا طرد الحيوانات من الغابة المخزون الغذائي بدأ إخلص ووجباتهم بقت صغيرة أصغر وصغر واحدة من الحاجات الأوليلة اللي عندهم اللي بترفها عليهم كانت مشغل لسطونات الأديم واستخدامه مسموح مرة واحدة في الشهر في ليلة البدر لما شافت الأولاد مبسوطين كده جون حاولت تدخل في الجو بس ما قدرتش تتخلص من تهديد الجوع بعد كده حمامها تقطع بسبب خضة ما كانتش عارفة إن نولان دخل الحمام ودلوقت الولد واقف وبيبصلها هي عارفة إن دي تاني حلقة من حلقات المشي أثناء النوم أخدت ابنها على السرير ورجعت الجرس على رجله اليوم اللي بعده راحت تصطاد لوحدها وربطت الثلاث حبال في بعض علشان تزود المسافة وهي بتصوب على غراب لحظت إن الطير بينقر في حاجة وتصدمت لما شافت الشر الكبير في شكل نولان ما ظهرش أي حيوان تاني بعد الغراب واضطرت تقلي قشر شجر علشان تطعم أولادها بما إن الحبل الأطول ما ساعدهاش كتير الاتنين رجعوا يصطادوا معاها في العصر ويساعدوها في تأشير الأشجار نولان وهو بيقشر الشجرة ظل مر جنبه الولد خاف ولف حواليه ولاحظ إنه لسه لابس الجرس في رجله بعد كده بدأ الحبل يتشد ونولان تجرجر في الغابة لحد البير صحي مفزوع وشاف إن ده كان مجرد حلم بس دلوقتي هو برى البيت فعلا ومن غير الحبل كمان حاجة بتتحرك في وسط الشجر جاية نحيته حس بالهدوء لما شاف إنها بس الكلب في اللحظة دي أمه مسكيته على طول ودخلته الأوضة وصمويل اطرعب لما شاف السرير فاضي ونزل بسرعة نولان مر بتقوص التطهير مرة تانية المراد الأم أجبرته يقول المنترة أكتر من مرة قبل ما تحبسه في القبر وهو لسه مرعوب وفي الليلة اللي بعدها نولان قال لأخوه إنهم محتاجين يدوروا على أكل في مكان تاني لاتنين عارفين الغابة كويس كفاية علشان يهربوا من الشر الكبير ويقدروا يجبوا لها كل حاجة يلقوها صمويل طلب منه يتكلم بسوط واطي خايف من أمهم وبنشوف إنها فعلا بتسمع كلامهم ولما نولان قال إنهم معدوش محتاجين الحبل صمويل رفض الخطة هو قال إن أمهم جون دايما بتعرف إيه هو الأفضل ليهم بس نولان قال إنه مش متأكد من كده اليوم اللي بعده جون كانت بتقلب في طرابيزة قديمة ولاقت كاميرا بولارويد فورية شرحت لأولادها معنى الكاميرا ومعنى الصورة وأظهرت صور من وقت لما كانت الحياة طبيعية في الكاميرا كان في صورة واحدة بس وقالت إنها بتستنى لحظة خاصة علشان تستخدمها بس قالت إنها مش عارفة لو اللحظة دي هتيجي لأن الشتاء لسه بعيد على ما يخلص وفرص البقاء على قيد الحياة أوليلة جدا لما الأولاد حسوا بالخوف قالت إن لسه في طريقة للمقاومة مهما كانت وحشة الخيار الأخير قدامهم هو الكلب اللي لحمه ممكن يأكلهم أكتر من شهر واحدة من الصور دي بتظهر إنه كده كان معاهم من لما الأولاد كانوا صغيرين جدا وده بيخلي القرار ده مرعب أكتر لكن في نفس الوقت معناها أن الكلب برضو كبر ومش هيفضل عايش كتير خصوصا كمان إنه مش هيلاقي حاجة يقولها جون بدل ما تفرد رأيها زي ما بتعمل دايما قررت تستشير سامويل وتديه الصوت الحاسم وهتاخد برأي الأغلبية الولد وافق على الفكرة بس كمان عرض ينفذها بنفسه علشان يجنب أمه معاناة الموضوع نولا اندهش وطلع من القضة وهو بيقول إنه بيكره البيت وراح يحضن كودة جون فصلت لتنين بقوة وأخدت الكلب على المخزن بس هي كمان انهارت وفضلت طعيط أثناء الوداع لكنها مقتنعة أن دي فرصتها الوحيدة علشان تنقذ أولادها واستعادت هدوءها واستجمعت نفسها وجهزت القوس في اللحظة دي نولا ظهر ومعاسي الكينة وأعلن إن الشر الكبير حاجة موجودة بس في خيال أمه مصمم إنه يثبت لها كده وقطع الحبل بتاعها وقفل عليها الباب ومنعها من الرجوع جوه البيت جون بدأت تخبط على الباب وتتوسل للولد إنه يفتح هو مقتنع إنه مش هيحصل حاجة لأمه وعنده أمل إنها أخيرا تشوف الحقيقة أخوه ظهر بسرعة والإتنين بدأوا يتخنقوا وجون بتحاول تكسر الإزاز بتعترف إنها ما قلتش الحقيقة كلها اعترفت إنها هي اللي جابت الشر الكبير للغابة وحلفت إن الخطر الحقيقي موجود صوت من وراها بدأ يقول لها إنها بنت وحشة شبح أمها كان معاها جوه المخزن ومستعدة هاجم اتهمتها إن هي اللي سممت أكلها وأخيرا جات لها فرصة تنتئم هددتها إنها تخليها تدمر كل اللي بتحبهم جون مسكت حتة إزاز مكسورة في إدها وقالت إنها مش هتسمح إن ده يحصل أبدا علشان تمنع الشر الكبير من لمس أولادها اختارت تضحب نفسها دخل صامويل المخزن وتصدم وأخذ شوية وقت علشان يتقبل الواقع وحاول صح أمه هو بيقول المنترة وهو بيعيط ونولا اللي مصدوم من عواقب أفعاله بدأ يرف الحبل حواليه مهوش متأكد إيه اللي لازم يصدقه وإيه اللي لازم ما يصدقوش في غياب جون دلوقتي عجز الأولاد بقى زيادة نولا حاول يلاقي أكل بس صامويل وقع في اكتئاب قال إنه شاف أخوه برة في وسط الغابة وهو بيضحك عليه نولا شرح إن ده كان مجرد كابوس وحش والصبح نولا طلع لوحده ودور على أكل واستخدم نفس حيلة ربط الحبل قدر يوصل لأماكن جديدة في الغابة ما شافهاش قبل كده وقف على طريق أول مرة يشوفه وده يخل عنده أمل إن في ناس تانية موجودة في العالم بدأ يصرخ بقى على صوته علشان حد يساعده لما ماسمعش رد رجع للبيت بحزن وطلع السلم من غير ما ياخد باله من الشخص اللي بيقرب اندهش لما سمع صوت راجل ومش عارف إزاي يتصرف لما الراجل بدأ يتكلم وعرفه بنفسه على إنه كل بيقول إنه كان بيتمشى لما سمع صرخات الاستغاثة وقرر يروح يشوف لاحظ ملامح الولد المندهش والحالة العامة للبيت وسأل له كل حاجة كويسة نولا اللي ما شافش حاجة اسمها الشر العظيم ولا أي حد بالغ غير أمه فمش عارف إزاي يحدد هوية اللي قدامه بس قرر يخاطر وطلب المساعدة وقال للرجل إنه أخوه محتاج أكل كل قال إنه عنده أكل في شنطته حتى عرض إنه وصلهم أي مكان هم ما عايزينه قال له إنه عربيته مش بعيدة بس بعد كده سامويل ظهر من الشباك ومعاه القوس قال إنه مش غبي ومش هيتخدع بالخدع دي كمان اتهم الغريب إنه أخد أمه ودمر عيلته كل ما فيمش حاجة وخاف من الولد العدواني قال إنه هيمش على طول بس سامويل مرضيش يسيبه يتحرك نولا قال إن الراجل ممكن يكون شخص حقيقي وطلب من أخوي سيبه لوحده لما كل خطة كام خطوة سامويل هدى شوية في الأول بس فجأة غير رأيه وسحب الزناد اتصاب الراجل وصرخ وبدأ يعرج بسرعة على قد ما يقدر نولا لحقه ولا قاورة شجرة وفهم إنه مفيش حاجة ممكن تتعمل صوت نساء يخوفه وشاف الراجل ماسك موبايل في إيده بس معرفش يتعرف على الجهاز ولا على رقم الشرطة لما كل بدأ يسحب شنطته نولا مسك الحزام التاني وحاول يوقفه بس مقدرش الولد كسب المعركة وأخذ الشنطة للبيت وفتح علبة أكل لما وصل صمويل مرضيش يأكل الأكل ده لسه مقتنع إنه كول كان شبح رغم كل حجاج أخوه اللي بتقول العكس رفض يسمع أي حاجة ممكن تشوه ذكرى أمه وفض الجعان بس القرار ده ما استمرش طول الليل والجوع كان أقوى ونولا نايم على الكنبة أكل شوية من كل حاجة وبدأ يقلب في باقي الشنطة جوه المحفظة لقى صورة لكول مع بنت ممكن تكون بنته قناعاته ما بقتش قوية زي الأول وبدأ يتعذب بالزنب ما قدرش ينام راح على الشرفة وبدأ يلعب بالكشاف لحد ما لاحظ حركة غريبة في المخزن وهو خايف راح يشوف وحس إنه شاف جون واقفة وظهرها للباب بس لما دخل ما شافش غير جسم متغطب بطنية صمويل طلع من المخزن لما بنته صغيرة ظهرت من العدم قالت إن أبوها سابها مستنية في العربية ومرجعش بدأت توصف أبوها واللي بنفهم من وصفها أنه كل الكلام ده كان بيدايق صمويل والأمور سائت أكتر لما البنت تعرفت على الكشاف اللي في إيده إنه بتاع أبوها وشافت جثة مشبوهة تحت البطنية وهي خايفة هربت جاري في الغابة وصمويل لحقها وحاول يشرح لها الحبل بتاعه بدأ يتشابك زي ما يكون فيه عقدة كبيرة بتتلمح حوالين الولد بيقول نفسه من جواه إن البنت دي حقيقة أخيرا قرر يسيب الحبل علشان يكمل يدور عليها بعد كده البنت جريت من قدامه وهو لحقها لحد ما واجه شجرة رفيعة شخص عنده قدين كتير بيطلع من وراء الشجرة وبدأ يطلع لفوق وصمويل عمال يتفرج وهو خايف بيدور على المخلوق بين قمم الأشجار ما شافوش وهو بينزل وراءه بعد كده المخلوق كشف عن نفسه وبنشوف إن البنت تحولت لمخلوق مرعب لسانها الثعبان يطلع علشان يلمس إيده وبدأ يزحف على جسمه ويدخل بقه وحول الولد لحاجة مختلفة وشريرة جدا وفي نفس الوقت نولان كان بإصحى وبسرعة اكتشف إن أخوه مختفي ربط نفسه بالحبل علشان يدور عليه وبعدين شاف إن حبل سامويل فاضي وتصدم قال لنفسه حتى لو الشر الكبير ما كانش موجود لكن إيمان سامويل حقيقي وأكيد حاجة غير عادية ممكن تخليه سيب الحبل بعد كده سمع نولان صوت أخو بيناديه وحاول يمشي ورا الصوت جري في الغابة سامويل ظهر قدام البيت على طول وشكله مسكون وقطع حبل نولان على طول شاف نسخة تانية من أخوه بعيد وبدأ يواجه دليله الأول على وجود الشر الكبير نولان رجع للبيت على طول سمع خطوات فوق طلع السلم ببطء ولما وصل الأوضة لقى أخوه قاعد على السرير نوع من الدخان الغامق طالع منه بس نولان ما شافش حاجة قرب من أخوه المشلول ولمسه لما حاول يقول المنترا سامويل تنرفز وطلع السكينة المستخبية تحت البطنية علشان يهجمه نولان جري وأخوه حبس نفسه في القوضة حط سطوانة وحط الستاير في النار دقايق بعد كده والنار كان بتاكل البيت لما نولان فهم الخطر سامويل شاف أخوه بيحاول يهرب من السقف وقال إن البيت ما بقاش يقدر يحميه خلاص جرب طريق تاني نولان شاف أمه اللي بدأ اتناد عليه تقدر تسيطر على النار علشان الولد يوصل لها الولد ما صدقش إن أمه اللي وقف قدامه وعارف إن ده شر بيحاول يسيطر عليه فجري بعيد وبرة سامويل كان بيلعب بالبولارويد وقرر يصور اللحظة البيت كان بيقع ونولان ما قدرش يخرج فتح الباب الخلفي وادعى إنه دخل القبو لحد ما الشبح قرب بعد كده مسكه وحبس نفسه معه هناك وبدأ الشبح يكافح لحد ما أخد شكله الحقيقي مخلوق مرعب بشري بلسان تعبان ومن غير عيون نولان عمل اللي جون علمته له وركز على حب الأم لحد ما المخلوق استسلم لحضنه قبل ما يدوب أول حاجة شافها نولان بعد كده كانت هليكوبتر جاية تنقذ لإخوات وهو وقع على أرض جنب البيت المتدمر آخر صورة من الكاميرا كشفت عن إيد على كتف سامويل وفي الهليكوبتر نولان أظهر له المدينة الجميلة تحت وقال إنهم أخيرا أحرار سامويل رد عليه ببساطة وقال هي بتحبني أكتر ودي نهاية الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة